الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس هذين الحديثين في كتاب الوضوء الحديث الأول بوب له الإمام البخاري بقوله باب الاستنجاء بالحجارة ونحن تكلمنا عن هذا الأمر وهنا الإمام البخاري كما قلنا يأتي بالأحاديث ويبوب لها في دقة ما يريده نحن سبق معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء وهذا الحديث يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام استنجى بالحجارة حتى يبين الإمام البخاري أن الإنسان يحق له إذا دخل الخلاء أن يتنظف بالماء ويحق له أن يتنظف بغير الماء وهذا الحديث يبين أن الإنسان يجوز له أن يتنظف بغير الماء وهذا جائس حتى مع وجود الماء مع وجود الماء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث السابق حديث أنس أنه كان يأتي بإداوة فيها ماء فيضعها للنبي عليه السلام فيستنجي بها وهنا النبي عليه السلام كان المفروض لو كان واجب استعمال الماء في كل مرة لأخذ الدوات في كل مرة ولكن هنا يبين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت هنا يعلمنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كيف كان مشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي ولا يلتفت يمينا أو يسارا وهذه مشية المشية الإنسان الذي ينبغي عليه أن يكون ثابتا في مشيته في بعض الناس يكون ماشي يشوف يلتفت يمين يسار يطلع خلفه كذا فهذه ليست من المشية التي يمشيها الإنسان بأدب لذلك الرسول عليه وسلم حتى في طريقة المشي يعلمنا أنه كان إذا مشى لا يلتفت لا يتطلع يمين ويسار لا على طول في طريقه قال فدنوت منه قل أبو هريرة فدنوت من رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ابغني أحجارا أستنفذ بها يعني هنا يعلم النبي عليه وسلم هذه الأمة من خلال ما قاله لأبي هريرة ابغني أحجارا قال له واش بغني ماءا غني أحجارا مع أنه الماء كما قلنا هو للاستعمال كذلك فهنا يبين جواز استعمال الحجارة كذلك قال أستنفذ بها الاستنفاذ هو الاستنجاء باللغة العربية هي نفس الكلمة يقال الاستنجاء ويقال كذلك الاستنفاذ قال ولا تأتني هون في حكم الرسول عليه السلام بيّن طيب بأي شيء من استنجي قال ولا تأتني بعظم ولا روث لاش العظم في حديث آخر رواه الإمام البخاري أن العظم هو طعام الجن العظم طعام الجن الله سبحانه وتعالى جعله لما يأكل للإنسان العظم فالجن الذين خلقهم الله عز وجل يصبح هذا العظم لحما لهم يعني بيأخذ هذه العظم الجن فتصبح وعليها من اللحم ما يأكله فهذا من طعامهم والروث وطعام دوابهم وهنا بيّن النبي عليه السلام أن هناك الأشياء التي يمحترم كالعظم التي مثلا أكلها الإنسان وهي طعام للجن فالإنسان يقول الجن كيف بيصير العظم كذا نحن في أمور غيبية الله سبحانه وتعالى قال الذين يؤمنون بالغيب فهذه الأشياء التي ذكرها النبي عليه السلام للأمور الغيبية لا ينبغي للإنسان أن يشكك فيها والله كيف العظم بيصير لحم للجن كذا هذا ما يعنيك عليك أن تؤمن بما جاء على النبي عليه السلام خلاص هذا العظم يصبح طعاما للجن كما قال النبي عليه السلام ولا روث حتى يبين النبي عليه السلام أن الأشياء النجسة لا يجوز للإنسان أن يستعملها في الاستنجاء والأشياء التي هي من الطعام أو ما يلحق هذه الأمور من الطعام لا يجوز أن يستعملها الإنسان وما عدا ذلك فلك أن تستعمل ذلك الواحد يقول طب الورق اليوم فينا نستعمله نعم طب هل رسول سلم استعمل الورق بيجيك إنسان اليوم جاهل بيقول لك إيام الرسول ما كانش يستعمل الورق الرسول عليه السلام حدد لك هنا ما لا يجوز ما عدا ذلك يجوز لك أن تفعله فالنبي عليه السلام لما حدد هتين الكلمتين قال ولا تأتني بعظم ولا روث قال فأتيته بأحجار بطرف ثوبي فوضعتها إلى جنبه وأعرفت عنه يعني حتى الرسول عليه السلام يقضي حاجاته لم يبقى أبو أوريرا في ذلك المكان قال فلما قضى أتبعه بهن يعني تنظف بهذه الحجارة حتى يبين لنا جواز ذلك الحديث الثاني الذي هو باب لا يستنجى بروث لا يستنجى بروث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار يبين لنا أمر كذلك هنا ثلاثة أحجار يعني الإنسان أقل شيء يستنجئ به أو يتنظف فيه ثلاث أحجار الورق ثلاث ورقات والله رقعة ثلاث رقعات المهم أن تكون شوفي لا تكون نجسة وهنا النبي عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود قال فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده طلعت بحثت عن الثالث أمر رسول عليه وسلم بثلاثة قال فأخذت روثة فأتيته بها الروثة هي طبعا يعني ما يخرج من البعير أو غيره قال فأخذ الحجرين وألقى الروثة لماذا لأنها نجاسي ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا ركس يعني هذا نجس هون ببيننا النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا على ذلك أنه لا يجوز الاستنجاب الأشياء النجسة لذلك يعني بواب الإمام البخاري لهذا الحديث قال بابه لا يستنجى بروث لا يستنجى بروث لماذا قال لأن الروث قديما كان يعني يعتبر قال استرروا في الإبل كأنه حجر وقاسي وكذا بيقول لك ما هذا شي قاسي ما علي شي يعني مثل الحجر ولذلك الإمام البخاري بواب لهذا الأمر حتى لو كان قاسي وكذا ولكنه ركس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز استعماله في الاستنجاء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين